ان شاء الله هناخد مع بعض الوقت تيست اختبار اونيونت ناين على الوحدة التاسعة من كتاب المواصل للصف الاول اعدادي صفحة مية ستة وخمسين استمع انشوز واختر ذاك روكت انصر الاجابة الصحيحة بيجيب لي فقرة باستمع اليها جيدا ومن خلال استماع للفقرة بجاوب على اربع اسرات اختيرات استمعوني كده الفقرة بتقول ايه استمتعناها بالاجازة في جنوب افريقيا انه رائع او جميل هنا ويوجد الكثير لفعله كان مغامرة بيقولي هنا الأجازة في جنوب افريقيا في جنوب افريقيا هيكون افضل تموره غدا ولا تدي اليوم ولا الاسبوع القادم قبل الصباح يبقى هيكون الطاقس بطريب معنى افضل الطاقس هيبقى افضل امتى تموره تموره يعني ايه غدا رقم ثلاثة هل يوجد الكثير لفعله لا اعرف طبعا يوجد الكثير لفعله نعم يوجد رقم اربع يستردي بالامس كان ايه فوقي ضبابي ولا ده كان مغامرة ولا ترابل سيء ولا صاني كان مشمس طبعا بالامس ده كان ايه كان يعني مغامرة الجزء الحاص به المحادسة ويه الحوار يقولي هنا الجزء الحاص بالوظائف اللغوية والمحادسة ويه الحوار كريم ان حنان are talking about talking about يعني يتحدث عن اهول دي عن الاجازة بيتحدثوا عن اجازة كريم وحنان كريم بيقولي هنا ايه اذا هول دي will be in two weeks الاجازة هتكون اسبوعين are you happy انت سعيدة حنان قايت له of course بالطبع وهنا قايت له حاجة فهنا كريم قال لها where are you going to travel هتسافر فين تمام فبعدين هنا يبقى هي قالت له انا سوف اسافر يبقى I am I am ومعاها going to travel والمصدر سوف ايه سوف اسافر تابعينت هتسافر فين فهنا ايه ردت عليه فقال لها كريم ايه قال لها باريس باريس يبقى لت له انا هسافر لباريس يبقى هتسافر لباريس فهنا قال لها ايه عشان قالت له no I am going to travel with my uncle سيد لا انا هسافر مع عمي مين مع عمي سيدي بقى هو بيقول لها انت هتسافر لوحدك يبقى are you are you going to travel alone هتسافر ايه alone يعني وحيدا او بمفردك قالت له هسافر مع عمي سيد فهنا كريم سألها سؤال حنا نقيت له I will stay for two weeks انا سوف ستي يعني امكس هناك او اقيم for لمدة two weeks اسبوعين ترى ما قال لي for وبعدها مدة زمنية يبقى السؤال بتاعي هنا بمعنى هو بيتقول لي هنا لمدة اسبوعين يبقى السؤال هيكون بمعنى ايه how long how long بمعنى كامل مدة ادي الفعل المساعد هنا will والفاعل you والمصدر stay كامل مدة التي سوف تقيميها يبقى how long will you stay فهنا آآ كريم بيقول لها I hope you will enjoy your time there اتمنى لك انت تستمتاع بوقتك طبعا هتقول له thank you شكرا thank you يعني شكرا جزء الخاص بالقراءة وفقرة وعليها اسئلة بيقول لي هنا ايه read the fallon اقرأ التالي then answer ثم اجب the questions على الاسئلة الفقرة هنا ببارعا ايه بتقول لي هنا ايه dear كريم عزيزي كريم I am really excited that you are going to come انا excited يعني ايه excited يعني متحمس ان انت سوف تأتي and stay with us stay يعني يمكس او يقيم وتمكس او تقيم with us يعني معنا next week الاسبوع القادم I am looking forward to looking forward to يعني يتطلع الى انا اتطلع الى seeing you again اشوفك مرة تانية what time is your train going to arrive الطر بتاعك هيوصل امتى we can meet you at the station ممكن احنا نقابلك at the station يعني في الايه في المحطة الصفحة اللي بعدها صفحة مية سبعة وخمسين بيقول منزلنا الجديد بمعنى هنا ايه بجوار الشاطئ بجوار الشاطئ we can go swimming ممكن احنا نذهب لي استباهة everyday كل يوم there are lots of other things to do حاجات كتيرة ممكن نعملها ايضا how about going when serving or diving اي رأيك في ركوب when serving اللي هو ركوب الايه ركوب الامواج or diving او الايه او الغط on thursday في يوم الخميس granddad is going to visit us هيزورنا let's make him special present عايزين نجهز له ايه هدية ايه خاصة يبقى هم هم هنا بتعود على مين على granddad يبقى بتعود على الجد why don't we find a photo of ourselves and our other cousins ليه احنا مش موجود عندنا صور لنفسنا وكمان اولاد عمنا we can make him a photo album ممكن احنا نعمل الصور دي في الابوم الايه الابوم الصور see you on سطر دي اشوفك يوم الساد yours المخلص او المحب ماهر شو ساختر ذا correct answer نختار بقى الاجابة الصحيحة بيقول بيقول لي هنا بقى ايه السؤال رقم واحد بيقول لي the underline expression expression اللي هو التعبير expression التعبير اللي هو تحته خط ده اللي هو looking forward to بمعنى يتطلع الى means يعني تعني تعني ايه بقى watch معنى يشاهد هو يأمل like يحب ولا worry يقلق طبعا يتطلع الى معنى هو يعني يأمل السؤال رقم اثنين the underline pronoun him refers to يشير الى الضمير هم ده بيشير بقى المين ماهر ولا كريم ولا granddad ولا cousin اللي هو ابن العام طبعا granddad اللي هو الجد رقم 3 كريم ممكن هم يذهبوا الى اللي هو ركوب الامواج الغطس ولا كله طبعا سباحة ودايفن هيختار الثلاثة اللي هي الاخيرة الثلاثة مع بعض سؤال رقم اربعة give السيتابول طايتل احنا قلناها كذا مرة وبنعيدها تاني اللي هو عنوان عنوان مناسب عايزين عنوان مناسب لهذا البريد الالكتروني ممكن هنقول عنوان ده بيكلمنا عن زيارة كريم لماهري بكاريم زيارة كريم ماهر لماهر رقم خمسة منزل ماهر الجديد فين طبعا بجوار الشاطئ باي بيتش بجوار الشاطئ السؤال الرقم ستة بيقول لي هنا ايه تعتقد النجاة الدمائرة يكون سعيد بالبوم الصور ويليه وينطب وليه لا خبرا هنقول هنا ايه يس نعم اي ثانك سو نعم انا اعطاكت زلك لان الالبوم الالبوم لان الايه الالبوم هاز بيكون فيه ميني فوتوز كتير من الصور وبالذا فاهم لي كتير من الصور للايه للعائلة بعد كده الجزء الخاص بيه الاختيرات بيقول لي هنا السؤال رقم واحد في الاختيرات during a trekking adventure during يعني اثناء او خلال مغامرة الايه المشي مغامرة trekking اللي هو المشي او التجوال يونيد انت محتاج ايه بقى محتاج محتاج مين عشان يرشدك للطريق مغامرة المشي دي ممكن تكون في الجبال عايزين ايه تورستساح ولا رايدر اللي هو راكب ولا جايد مرشد ولا درايفر عايزين ايه عايزين سواء او قائد يبقى احنا عايزين ايه يبقى احنا اا عايزين اا جايد مرشد السؤال راقم اتنين بيقول travelling through the desert traveling اللي هو السفر والانتقال through عبر او خلال the desert عبر او خلال السحراء is a great note I like it اللي وطن بيحبه كتير يبقى ايه عظيم fear اللي هو الايه الخوف ولا adventure مغامرة ولا ركوب الأموال أو التصفح ولا اللي هو التجديف طبعا ده بيكون مغامرة عظيمة يرقم ثلاثة بيسأل بيقول وجيب لكده نقط قال له يعني خطير ماذا عن اللي هو الصخور والرياح اللي هو بالحبل طبعا هنا ماذا عن بالحبل قال له ده يعني خطير بعد كده صفحة مية ثمانية وخمسين سؤال رقم اربعة بيقول عشان يعني تمشي يعني مسافة طويلة عادة في الجبال ده اسمه اي بقى يدعى او يسمى ايه سرفين ولا التكديف ولا تريكينج المش طبعا بيسمى تريكينج بيسمى الايه التمشية او التجوال عندما ايه ده معناه ان انت تعرف كيف تفعل شيء ما سبجكت لو الموضوع ولا ديت بتكون مهارة ولا ماتش مباراة ولا ديت رياضة طبعا دي بتكون ايه سكل ديت بتكون مهارة ان انت تعرف تعمل حاجة يعني بتكون دي مهارة انت بتكتسبها رقم اه ستة عندما تذهب الى اللي هو الغطس يجب ان انت ايه عشان تكون ايه سيف لطبقه امن يازم تكون ايه يكون معاك اللي هي المعدات ولا اللي هو الموضوع او المادة ولا اه اللي هو الجدال ولا اللي هو نوع او طيب طبعا لازم يكون معاك ايه المعدات اللي هي عشان تكون ايه امن في اضغط رقم سبعة بعد ما بتطلع من البحر اي او بعد الخرج من البحر يعني جفافة انا انا شفت نفسي كده بايه بقى اللي هو الشريط اللي هو الحمام ايه حمام السباحة ولا طول اللي هي اداة او عدة ولا اللي هي الفوطة طبعا انا شفت نفسي بعد البحر بالفوطة رقم تبعا انا لم اشتري هذه الكيكة ايه 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 بتتحول في كضمير منعكس الى نفسها يرسل في نفسك ولا من نفس طبعا الى نفسي بعد كده الجزء الخاص او السؤال رقم تسعة بيقولي هنا لتسلق الصخور غدا هزهب اه ان انا سوف اجرب تسلق الصخور غدا طبعا هنا هناختار ايه هناختار النية طبعا ما عندي دينية للمستقبل يبقى انا ايه ايه ازهب لتسلق الصخور الصور رقم عشوات موقف ولا وقت بعدها ايه وعدها الفعل المساعد والفاعل والمصدر ادي الفعل المساعد وقادي الفاعل وقادي والمصدر يبقى بعد كده بيقول لي هنا ايه اه نصحح الخطأ والصور رقم واحد يبقى عندي هنا واللي هنا طبعا هنا بعد الفاعل هنا بيجي الفاعل في المصدر هتيبقى رقم اتنين ماذا عن بيجي لي بعدها الاسم ماذا عن يذهب فيه في عطلة نهاية الاسبوع القادم يبقى هنا رقم رقم انا اعملت هذه الكيكة مي ولا ايه ولا يبقى هنا ايه هتحول الى ماجد فاذر والد سوف بعدها ايه بعدها المصدر يعني يسافر ايه للخارج بعد كده اجيب لي هنا راية باراجراف هنكتب باراجراف عن يعني مغامرة وده ميجاب عندي في نهاية الكتاب وان شاء الله هقدم لكم كل الباراجرافات الهامة ليه منهج الترمي التاني للصف الاول الاعدادي في فيديو خاص